في المستهل شارع المنتخب والوطني لأقل من 23 سنة في تحضيرات تحسبا للألعاب العربية بالجزائر والتي ستمتد في الفترة الممتدة ما بين الخامس إلى الخامس عشر جوليا المقبل هذا وأجرى أجبال المدرب رشيد ايت محمد أول حصة تدريبية لهم في التربس بالرويبة حيث عرفت الحصة الأولى حضور 21 لاعبا فيما غاب سبعة لاعبين من اتحاد العاصمة وملودية الجزائر بسبب مشاركة في الدرب العاصمية على أن يشاركوا في التدريبات بداية من حصة اليوم وستتواصل تحضيرات المنتخب الأولمبي إلى غاية يوم الاثنين قبل أن يستفيد اللاعبون من عطلة عيد الأضحى المبارك لتستأنف بعدها التدريبات بداية من يوم 30 جوان الجارية بمدينة عنابة تحسبا لمواجهة الألعاب العربية ترجمة نانسي قنقر